تعالوا بقى نروح يا حضرات وانتابع اخر اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفة وفروعه المختلفة مع زمالتنا العزيزة نورهان طمان هي موجودة حاليا في فرع النادي الاهلي بالجزيرة يا صباح الخيرات عليك يا نورهان اتفضلي احنا سمعينك يا صباح الفل يا كريم صباح الخير على كل مشاهدي قناتنا النادي الاهلي في كل مكان احنا هنا زي ما قلت من المقر الرئيسي للنادي الاهلي بالجزيرة زي ما عودناكم نطلعكم على ابرز اخبار النادي والفرق الرياضية المختلفة يوم عودة مرة أخرى للتدريبات الفريق الأول لكرة القدم في ملعب مختار التيتش من الصباح الباكر كان طبعا متواجد الجهاز الفني واللعبين كمان خلينا نقول لكم أسماء اللعبين ونطمنكم على اللعبين المتواجدين في التدريب المقام حاليا حتى الآن في ملعب التيتش برونو سافيو ومحمد شريف وحسام حسن وبرسيتاو وشادي حسين وياسر إبراهيم وزياد طارق وكريم فؤاد وأحمد عبدالقادر ومحمد هاني وكهربا وعلي لطفي وطبعا مصطفى شبير وحسين الشحات وإليو ديانج وعمر السلية بينما أيمن أشرف متواجد في الجيم بيؤدي تدريبات بدنية منفردة طبعا الأسماء اللي احنا قلنا لكم فيها ببعض الأسماء اللي كان يعني يمكن ما كانتش متواجدة في الفترة الفاتت كهربا كان بيعاني من نازلة برد ولكنه الحمد لله طبعا يعني خف من نازلة البرد هو وعلي لطفي وأيضا عمر السلية وإليو ديانج بعد أن عادوا للتدريبات بشكل تدريجي الجمعية في الفترة الأخيرة دلوقتي هم متواجدين في التدريب بشكل كامل كمان خلينا نقول لكم لمستر كولر يعني هيستعين في الفترة القادمة بعدد من الشباب فيه طبعا لتعويض غيابات القائمة طبعا تواجد بعض اللاعبين في قائمة منتخب مصر الأول طبعا قبل مواجهة مباراة بلجيكا الودية وطبعا على رأسهم هيكون حمد ياسر وشادي ردوان كمان في بعض اللاعبين اللي يمكن كانوا خرجوا من بعض من حسابات المدير الفني في الفترة الأخيرة هيعودوا مرة أخرى مثل زياد طاري ومحمد محمود وعبد الرحمن مونو اللاعبين دول هيعودوا مرة أخرى وهيتواجدوا بصورة كبيرة جدا لتعويض الغيابات كمان خلينا نقول لكم أن مستر كولر النهاردة هيطبق سياسة اليوم الكامل وهيكون تدريب على فترتين طبعا زي ما قلنا لكم فيه فترة صباحية وهيكون فيه تدريب آخر إن شاء الله النهاردة أما بقى على صعيد العلعاب الأخرى فبنحب نبارك لسيدات كرة السلة بعد فوزهم على سبورتينج في زهاب نهائي دوري طبعا مرتبط سيدات بنتيجة 88.75 وإن شاء الله مبرات الإياب غدا السلساء هتقام على صالة ستاد القاهرة الدولي أما برضو نحن لسا معكم المستمرين وأخبار السيدات وسيدات الطائرة النهاردة هيواجهوا طبعا الاتحاد في دوري المرتبط أيضا السيدات هيواجه هيكون ما تشوهم أمام الاتحاد الساعة أربعة عصرا أما الناشئات فهيكون الساعة 2 زهرا هنا في صالة النادي الأهلي هما بقى سيدات اليد وزي ما احنا عارفين أن يمكن دوري اليد متوقف في الفترة الحالية لخوض منتخب مصر بطولة أفريقية في السنغال فسيدات اليد النهاردة هيواجهوا الجزيرة والدين طبعا دبن استعدادة الفريق للموسم وكمان خلينا نقولكم أنه منتخب مصر هيواجه غنيا غنيا الثانية زهرا في البطولة الأفريقية كل التوفيق للموسم المصري اللي يمكن بيشارك في البطولة الأفريقية بعد غياب فترة طويلة في السنوات الماضية وأخيرا بقى بنبارك لناشئين تنس الطاولة تحت 17 سنة بعد فوزهم بلقب بطولة الجمهورية وده طبعا بعد تغلبهم على الزمالك بنتيجة 3-2 دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر النادي الرئيسي في الجزيرة شكرا لكم جدا وأعود مرة أخرى إلى الاستوديو ده احنا اللي بنشكرك على هذه التخطية المميزة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة